اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها طالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات ل 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني اسمعت البرج لنفترض انك انت اسمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون نفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات ووين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% تصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها كل سنة او تحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان نقرب المسألة الى اقرب خانة ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمع طالع اسمع طالعك طبعا بالنسبة لالكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي رح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة اه القمر رح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا لتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة رح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين اه ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعاء على الخميس اه يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت احداش سبعة بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتو تسمعوها لأ احنا بنعمل على كل البيوت اللي الها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك برج الحمل طبعا بالنسبة لك يا برج الحمل يعني معروف انه الشمس احنا حكيناها في توقعاتنا اليومية انه الشمس موجودة في بيتك الرابع وهي مسؤولة عن بيت البيت واحداث البيت والامور اللي اللي لها علاقة في البيوت او العقارات او العائلة او الامور هاي ككل اللي لها علاقة بكل شيء يتعلق بامور البيت وافراد البيت بالنسبة لعطارد برضو موجود في نفس المكان يعني موجود في بيت البيت ولكن مشكلة عطارد انه اذا الشمس بدأ تعطيك شوية ايجابية عطارد لانه بتراجع بعطيش غير سلبية فعشان هيك بتكون الامور متناقضة على مستوى البيت واحداث البيت وحتى علاقاتك مع افراد العائلة او قلقك عليهم امور العصبية الحدية التوترات كلها بتتعلق على كل شيء الو علاقة بالبيت والعقارات مشترات بيت جديد اهتمام بالديكورات بالتغييرات تصليحات مشتريات كل اشي الو علاقة في البيت بتعلق فيه فراح يكون يعني ممتزج ما بين ايجابية وما بين سلبية اما بالنسبة للزهرة الزهرة موجودة في بيتك الثالث واللي هو بتحثك على امور التنقلات والاتصالات والحوارات وقدرة سرعة البديهة عندك على تحليل الامور النشط جدا في امور اتصالاتك بتناقش بسرعة بديهة عالية وممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك ممكن انه تكثر عندك الزيارات او الفسح او التنقلات بالفترة هاي وبرضو بكون لك اهتمامات بمناقشات او تسويق وهاي برضو الامور بتدعمك بشكل قوي جدا اما بالنسبة للبرج الجدي تحديدا لهو بيتك العاشر لهو بيت السمعة فتقريبا كل الكواكب اللي موجودة يعني البلوتو المشتري زحل هذول بتراجعوا وموجودين كلهم في الجدي فهاي دائما بتهدد امور الها علاقة بالسمعة يعني بتخليك اما انك انت متهور بتحب انك تخالف القوانين او تدخل في مسائل ممكن انها تشوه سمعتك ممكن تتعرض لبعض المضايقات مشاكل بالعمل مشاكل مع زملائك رؤسائك بالعمل امور الها علاقة بالعلاقات العامة بتلاقي في ناس بتتآمر عليك كل هاي الضغوط بتكون كلها بسبب تراجع الكواكب اللي موجودة في الجدي اما بالنسبة لبيتك الاول اللي هو المريخ طبعا موجود المريخ عندك فبدعمك على المستوى الشخصي وبعطيك طاقة كبيرة ثقة بالنفس عالية قدرة وجراءة عالية جدا ولكن بالمقابل له سلبيات هو كالمريخ صحيح انه كوكبك ولكن بخليك في لحظات تتسرع او تتخذ قرارات متسرعة قبل ما تفكر فيها بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب اللي موجود في نبتون وبما انه نبتون بتراجع معناته هذا بشكل لك نوع من انواع القلق او الوسواس او المخاوف اللي ما لها اي داعي اللي لها علاقة اما بامور الصحة او لها علاقة وساوس بامور العمل او اقلق على بعض الاشخاص او الخوف عليهم خصوصا الناس المقربين لا اليك بتسبب لك نوع من انواع التوترات وبرضو يعني بتعملك نوع من انواع البلبلة في امور الها علاقة بالاحلام اما بالنسبة لبيتك الثاني اللي هو الثور موجود في اورانوس اللي بحدث دائما شغلات مفاجئة جدا على المستوى المالي وخصوصا انه هو في بيت المال فعشان هيك بسبب لك بعض التقلبات على المستوى المالي او بجيب لك اشياء مفاجئة اما امور لها دعم كامل وثراء والنشاط بالمستوى المالي عالي جدا واما العكس تماما انه بجردك من الاموال ويخليك تخسر فلوس او تخسر مشروع بسبب تسرعك وعدم دراستك للموضوع او تحليلك لامور بشكل جيد عشان هيك منحب نذكر دائما الكواكب هاي عشان انت تنتبه من التأثيرات العامة عليك وايش الخطوط العريضة للاحداث او تفسير لكل الاحداث اللي بتمر عليك فعشان هيك بدك تكون انت حذر من هاي الخطوط طبعا هاي نفسها لو اجينا من نحك توقعات شهر بدك اذكر لك نفس الكواكب وتأثيرات ها فهيك انا طلعت بالتوقعات الشهرية ولكن انا بعطيك اياها بشكل مفصل وبسيط اللي انت تركبها مع بعض وتعرف اهم الخطوط العريضة اللي بتتحكم فيك خلينا نروح على توقعات نا الاسبوعية ونشوف ايش تأثيرات القمر وتنقلاته بدعمك في ايش بتعبك في اي مراحل في اي بيوت عشان تعرف انت تستغل الاسبوع وتتحرك بالاسبوع هذا وتركز على ايش وتحمي نفسك من ايش طبعا زي ما حكينا انه من يوم الخميس من اليوم ولغاية صباح يوم السبت القمر موجود بالقوس بما انه موجود بالقوس فهذا بيت حليف لا اليك فعشان هيك هذا بيتك التاسع بتنشطه في مجال الدراسة السفر وما يتعلق بالسفر وما يتعلق بكل شيء خارج البلاد وبالاتصالات لا سيما الاتصالات اللي بعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بالفترة الماضية بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية حاول انك انت تكسب كل امورك بالفترة هاي اما من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الجدي وبما ان انتقل للجدي معناته هذا بيت سمعتك اللي احنا حكينا كل الكواكب موجودة فيه بتتراجع لهو الجدي عشان هيك بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي يعني ان اشتادت الضغوط عليك بدك تكون مرن حاول انك تبرر عملك واذهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وانت بطباعك اساسا يعني افكارك بالفترة هاي بتكون مشتتة في عندك نوع من انواع العصبية بتتجه للغضب والاضطراب اكثر من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعة على الخميس القمر بصير موجود في الدلو في هاي الفترة بتنشطوا بين الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بترتاح الى جانب الاصدقاء والزملاء حاول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا تكثر فيها الاتصالات والمواعد من منتصف ليل يوم الاربعة يعني على اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت طبعا بما انه في الحوت بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة وظف هدوء الاجواء لاعادة الحسابات والتخلص من الامور اللي ما بتفيدك تتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي اهم اشي انك بالفترة هاي ما تبدأ بشيء جديد هاي الفترة نعتبرها احنا من الفترات المخيبة للامل طبعا من يوم السبت حكينا انه القمر بكون موجود في الحوت بعديها طبعا بايام بنتقل القمر وصير عندك فالفترة بتصير ايجابية اليك اكثر ولكن بفترة التواجد بالحوت هي الفترة اللي انت بدك تنتبه فيها من الضغوطات لانه هي الفترة اللي بتكون صعبة عليك اللي هي من صباح يوم السبت بدك تكون منتبه لهاي الامور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد